السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع شهادة السواء في ألمانيا ما يزال متصدر للصحف بين الفترة والأخرى وخاصة الغش في الحصول على شهادة السواء بعد ما شفنا إحصائيات نحن بكل فترة نعطي المعلومات الرسمية عن موضوع الغش وخاصة بالفحص النظري والحالات اللي عبيتهم ضبطة الآن حملة كبيرة الشرطة في ألمانيا قاموا حتى بيلقاء القبض على شخص وتفتيش 43 مبنى على مستوى ألمانيا كاملة في المقاطعات الرئيسية التالية نيدا زاكسن نورد غايل فسفالن غايل لند فالس زاكسن زاكسن أنهل شليس فيش هولشتاين وبغيمن بشكل خاص في مدينة هنوفا عاصمة مقاطعة نيدا زاكسن السبب في هذه الحبلة الكبيرة أن الشرطة الألمانية منذ عام 2022 عبت راقب عصابة معينة عبت يشتغلوا بهذا المجال عدة أشخاص وهي عبارة عن شبكة وفي تفاصيل مرعب إذا رح نسمع الآن غش احترافي لحالتين إما أن يتم تزويد الشخص اللي عبيته على الفحص النظري تحديدا للسواقة عبيتم الباسه ملابس خاصة فيه كاميرا وفيه سماعات وهالأشياء والتقنيات المرتبطة فيه وإما أنه حتى بتم تقديم الامتحان النظري عن شخص آخر ففيه على ما يبدو أيضا فيه تزوير بالأوراق فالموضوع كبير جدا والشرطة فيه قامت بالتفتيش وحتى ضبطت أشياء مثل ألبسة مجهزة بهذه الكاميرات وأدوات التصوير والتسجيل ضبطت أيضا 100 ألف يورو كاش ضبطت أيضا كميات من الزهب 300 جرام وضبطت أيضا مسدس فالواضح أنه في المدر الرئيسي التالي كانت الحملة كمان حنوفا قالنا عصمت نيدرزاكسن ليبسيج بوخم جلزن كيشن بغيمن بورن هلدس هايم ليبك ومكدي بوخ فالغش يعني كان على عدة مستويات ولكل مستوى على ما يبدو في سعر معين فإما أن يتم الغش عن طريق أنه الشخص نفسه الممتحن اللي بدخل على الفحص النظري بتم تزويده بهذه الأشياء وبعده عن طريق الكاميرا والسماعات بتم قراءة الأسيرة والإيجابة عليها في شخص معه والتليفون وإما أنه حتى بيقوم شخص بتقديم الامتحان عنك بشكل كامل هاي المشكلة اللي عم تحاول تحلى الشرطة الألمانية ومراكز التوف في ألمانيا طبعا حين بتم ضبط الحالات حتى داخل قاعة الامتحان ولكن السؤال هل من يقوم بذلك يعني يفكر بالضرر الذي يتسبب به يعني أشخاص ناس أكيد يعني بالمئات والألاف ربما عم بيحصل غشات سواء بهذه الطريقة بندون معرفة قوانين السير في ألمانيا فبالتالي هنا عم بيشكونوا خطر على السير على أنفسهم وعلى الآخرين ممكن سببوا بحوادث بموت ناس وفاة ناس آخرين فهل يعقل أن يتم مساعدة الناس على الغش في هذه النقطة وبكل الأحوال الشرطة الألمانية عاجلة لم أجن رح تكشفون وكل الأشخاص اللي عم بيأخذوا شهادتهم أيضا سواء بالغش بهذا الشكل باللجوء لهذه الطرق الملتوهية عاجلة مهاجلة سيكشف ورح يضل طول الوقت في كل الأحوال حتى لو لم يكشف في وقت قصير عايش مع الخوف بأنه رح يتم نكشفه فشو المستفيدين يعني شو بيستفيدوا من الغش مثل كل الناس اللي عبتتعب وبتتعلم القوانين السير وبتحفظ أسئلة الفحص النظري وبتقدم الامتحان وبتعمل الفحص عملية يجب أن يطبق هذا الشيء على الجميع بينما عبتم مساعدة الناس هدول على تكوين سروات كبيرة بهذا الشكل والغش في شهادة السواءة الألمانية فطبعا الشرطة الألمانية حملة كبيرة وعبتم مراقبتهم لفترة طويلة أحد الأشخاص تم القال قبض عليه بالقرب المطار هنوفا لا يعرف يعني لم يتم ذكر إذا كان حاول الحرب يعني تم ذكر أنه تم القال قبض عليه بالقرب من مطار هنوفا فالشرطة الألمانية بكل أحوال مراقب الوضع وأنا إذا بتذكروا منذ البدايات يعني كنت أذكركم بشيء أنه في ألمانيا مهما طال الزمن العقوبة قادمة يعني هذه خبرتي الطويلة في ألمانيا في العديد من الأحيان قد يطول الأمر حتى ينكشف ولكن سيأتي يوم وينكشف وبالتالي لا ينصح أبداً نهائياً صارت حزرت ألاف المرات عن الطرق الملتوية والغش في أسئلة السواقة أو النظري أو العملي شاهدت السواقة شاهدت اللغة يعني هذا الشيء يعني لن ينفع أحد وسيتم كشفه عاجلاً أم أجلاً مع كل الترتيبات القانونية اللي راح تلحق الشخص إذا تم كشفه نتيجة حصوله عليها بالغش في الموضوع التالي من مقاطعة باين قامت المحكمة لانكيغيشت في غيغنسبوك بإصدار حكم بالمؤبد على ممرضة كانت تعمل في مشفى تحديداً المشفى هو سانت يوزيف كرانكنهاوس وقاموا بإصدار الحكم عليها بالمؤبد وهي إمرأة فلببينية عمرها 27 سنة كانت تعمل كممرضة التهم الموجهة لها هي أنها تسببت بوفاة إمرأة والشروع بالقتل في سلاس حالات وأيضاً السرقة والقصة في جوهرها أنها على ما يبدو التهم الموجهة إليها أنها قامت بتخدير الأشخاص الموجودين في المشفى كونها تعمل ممرضة والهدف كان سرقتهم طبعاً حسب المحكمة ربما لم يكن الهدف يعني هو قتلهم في أحد الحالات أدى ذلك إلى وفاة إمرأة ولكن الهدف كان على ما يبدو تخديرهم ثم سرقت المجوهرات الخاصة فيهم بسرقتين من الناس الكبار بالسنة حتى بيملكوا مجوهرات ممكن يحضروا معنا المشفى فقامت بتخديرهم لسرقة المجوهرات وثبت ذلك من خلال أن المشفى لاحظة العديد من الناس عبتتعرض لحالات غياب عن الوعي وإغماء غير معروفة المصدر فشكوا بها ثم قاموا بوقفها على العمل وبعدها انتهت الحالات فتأكدوا أنها هي من كانت تفعل ذلك فالآن الحكم عليها بالمؤبد تسبب بوفاة إمرأة عمره 65 سنة وأقارب الضحايا الآن سيقومون أيضا برفع دعوة مدنية على المشفى والسبب هو أن المشفى لم يلتزم بكل المعايير وخاصة في وضع البواد المخدرة تحت قانون نعرف المشافي يعني في عنا دائما فيه خزان ومفتاح وموضوع يعني ما هو سهل يعني هي المواد ما كل شخص يعني ما هو أي مبرض أو مبرضة بيصلى عادة مثلا بتكون مثلا رئيسة المسلا الاشتاتيون بتملك فقط المفتاح يعني ففي ضوابط لهذا الأمور هل الضوابط على ما يدو لم يتم الالتزام بها بشكل كامل لذلك سيتم رفع دعوة أيضا على المشفى ولكن تم كشفه في هذه الحالة والحكم عليها بالمؤبد الحكم ليس نهائي والدفاع علىنا كان كالطالب حتى بالحرية الكاملة لها يعني بالبراءة الكاملة ولكن سيقوم بالطعن بالقرار ولكن مبدئيا الحكم الذي صدر عليها هو الحكم المؤبد ولكن لم المحكمة لم تصدر حكم بمنعية من مزاولة هذه المهنة لأنهم لا يتوقعون بكل أحوال أن تزاول هذه المهنة مرة أخرى في ألمانيا لم يتم التأكيد على التشديد يعني بمعنى أنه هل يمكن لاحقا أن تخرج بحسن السيرة والسلوك قد يكون ذلك ممكنا ولكن مبدئيا الحكم عليها بالسجن المؤبد طبعا الحالات طبعا التالية كيف تأكدوا أنه قامت بالبحث في الإنترنت عن طريق الجوجل طبعا بيجيبوا كل الملفات يعني لما بيصير في تحقيق بحثت في الجوجل على الأعراض الجانبية لها المواد المخدرة وكيفية استعمالها فأيضا قامت قبل أن تتوجه الشرطة إلى مكان سكنها قامت أيضا بإخفاء العديد من الأشياء على ما يبدو المسروقات يعني والساعات والمصاري الكاش أيضا عند صديق فبالتالي كل الأمور أكدت وأشارت إلى أنها هي من قامت بذلك والهدف كان السرقة وتسببت بوفاة إمرأة الموضوع التالي هام جدا وخطير جدا أيضا لأنه يمس أجهزة الدولة في هذه الحالة اليوستيس فولسوكس أنشتالت السجن في أوكسبوك في مقاطعة بيان وعدة اتهامات بأنه تم تعذيب الناس هناك وهذه الاتهامات سربتها أو أعلنت عنها طبيبة تعمل في السجن وأيضا محامية على ما يبدو أيضا كانت تتخل إلى داخل السجن وقاموا بتسريب هذه المعلومات على أنه يتم تعذيب الناس في السجن طبعا الاتهامات موجهة لنائبة رئيس السجن وأيضا بعض العاملين السجنين في السجن الأشياء التي تم الآن اتهامهم بها هي على الشكل التالي وضع الناس عورات بشكل كامل داخل غرفة انفرادية بدون ضوء حتى ودون أي وسادة للنوم عليها أو غطاء فتم تعذيبهم بهذا الشكل الاتهامات يعني هي على الأقل أنه تم تعذيبهم بهذا الشكل في هذه الغرفة أو تقديم كوب من الماء فقط كوب واحد ليوم كامل يعني هذا أيضا يعتبر تعذيب أو اطفاء الأنوار عنهم لفترة طويلة حتى لا يشعروا عدة أيام بالزمن يعني وضعهم عوراتا يعني والنوم على البيتون على الأرض يعني بشكل مباشر هذا يعتبر تعذيب هاي المعلومات سربتها الآن أن الطبيب التي تعمل في السجن بعد أن اكتشفتها هو أيضا محامية وتم إخبار الادعاء العام طبعا مباشرة الشرطة الألمانية والادعاء العام حاصروا السجن وتوجهوا إلى هناك وقاموا بالدخول إلى السجن وتم توجيه الاتهامات الآن للأشخاص طبعا لا تزال اتهامات يعني لم تثبت بعد ولكن وجود هذه المعلومات ونشرت عدة صحف ألمانية تحقيقات يعني صحف ألمانية مرموقة الأوكسبوغ على الجمعين تسايتونغ أو الزوت دويتش أيضا قاموا بنشر معلومات الأوكسبوغ على الجمعين الزوت دويتش والبايشغوندفونغ حتى يعني العلام الرسمي فالادعاء الآن طبعا ما بيكشف المعلومات الآن ولكنهم يقومون بالتحقيق في ذلك في ألمانيا حتى السجين يعني يعامل معامل الإنساني ومن المفترض أن هذا السجن تم افتتاحه عام 2015 ومن المفترض أنه يعني سجن حديث ومن أن الناس يتم يعادة تأهيلهم يعني في هذا السجن للعودة للحياة الطبيعية والابتعاد عن أخطائهم السابقة ولكن أن يتم تعذيبهم بهذا الشكل يعني تقريبا نشوف يعني الآن معايير تشبه جوانتانامو يعني في هذا السجن الألماني يعني شيء لا يصدق ولكن تم الكشف عنه ومباشرة أنه يتم التحقيق في كل ذلك هون حابب أضيف ملاحظة هاي أهمية وجود المؤسسات لما نقول دولة مؤسسات وفصل السلطات عن بعضها هون تجي أهميتها لما بيصير فيه أخطاء لأنه نفس البشرية بدم تعمل أخطاء أكيد هذا الشيء بيحدث في كل دول العالم أكيد ولكن الفكرة وجود عدة جهاد يعني الشرطة، الإدعاء العام، السجن، الجيش، القضاء كل السلطة أيضاً الإعلام فوجود عدة مؤسسات هذا يؤدي إلى أنه يمكن أو لا يمكن في هذه الحالة التستر على هكذا أشياء فما في سلطة مطلقة بيد جهة وحدة أو مؤسسة وحدة وإنما التعدد للسلطات والمؤسسات بيساعد على الكشف الأخطاء عندما تقع طبعاً في هالحالة ما بيتم تستر عنها وإنما مباشرة التحقيق فيها فالفكرة أنه حي المعايير اللي بيتم يعني على أساس التعامل هنا وهو شيء إيجابي يعني بشان نكون واضحين لأنه الأخطاء بتصير في كل مكان نحس دائماً في ألمانيا بننشر أنه فيه أخطاء فيه سحب مواد غزائية فمنسأل حالنا أنه ليش يقع بيصير هل يعقل في دولة متطورة مثل ألمانيا أنه يصير أشياء لا لأنه نحن عايشين بدولة متطورة بيتم الكشف عن هالأشياء وعدم تستر عنها ووجود عدة جهات وعدة مؤسسات بيساعد على الكشف على ذلك وعدم تستر على الأخطاء في الموضوع التالي مرة أخرى غناء الأغنية المعادية للأجانب وهذه المرة في مقاطعة بغندنبوك وتحديداً في سويتن دامش بخيفال توجه إلى هناك أفراد من الشرطة الألمانية بعد وساطهم وصلهم خبر أن قام الشخص بإخبارهم أنه يوجد حفلة وتم فيها غناء الكلمات وصلنا أن نحن نعرفها يعني دوتش لندن دوتش نو دوتش لندغوص يعني لألمانيا للألمان والأجانب بره بره عم يتم تكرارها هذه الأغنية صار عدة مرات منذ الحالة الشهيرة على جزيرة زلت التي هناك وتم تصويرها بالفيديو حتى ومنذ ذلك الوقت لحد لأن تكرر تكرر الموضوع عدة مرات في هذه الحالة توجهت أيضاً شرطها مباشرةً إلى الحفلة وقامت بإيقافها بشكل كامل والآن تدخلت مخابرات أمن الدولة للتحقيق وإجراء التحقيقات يعني من شاركها في ذلك ومن قامها بغناء الأغنية طبعاً لحد الآن منذ ذلك الوقت تم الإبلاغ عن سبتعش حالة مشابهة يعني لهذا الموضوع تحديداً هاي الأغنية عبتم دعمان غناءها وهاي الكلمات اللي عبتم استخدامها طبعاً بعدها شاهدنا أن بعض الأشخاص طرعوا واعتذروا ولكن هذا الموضوع يعتبر يعني عنصري ومعادي للأجانب لذلك تدخل مخابرات أمن الدولة وبتحقق بالموضوع ولكن الفكرة ليش عم نشوف الآن هالأشياء أو ازيادة هذه الأشياء من وجهة نظري الشخصية هو الوضع السياسي في ألمانيا نتيجة الأفكار اليومية اللي عم نشوفها الآن الضغط الإعلامي السياسي موضوع الهجرة الغير شرعية اللاجئين موضوع القوانين تصفيد حسابات بين الأحزاب بين المعارضة والحكومة في متعلق بقانون الجنسية كل هذه الأشياء صعود اليمين في ألمانيا كل هالأشياء عبتعطي هيك بعض الناس عبتعطيهم شعور على ما يبدو بإخراج ما بيداخلهم فبالتالي في لحظة من اللحظات عب يظهر منهم هذا الفعل وغناء هذه الأغنية ويظهر ما في صدورهم طبعا الدولة بتتدخل مباشرة يعني في هذه الحالات ولكن فكرة ليش عم نشوفها لان وليش عب تزداد وليش عب تتكرر كل فترة من وجهة نظري الشخصية هذا هو السبب الجو العام السائد الآن السلبي طبعا لما نحن نتحدث عن أنه مسلا تخفيف قانون الجنسية تخفيض عدد سنوات الحصول الجنسية إلى خمس سنوات قد يعتقد البعض يعني شروط الحصول الجنسية ألمانية اللي لا يعرفوها كل شخص أو كل مواطن ألماني قد لا يعرفون أنه الموضوع أكبر من ذلك البعض ربما يعتقد أنه الموضوع فقط خمس سنوات أنا جيت لألمانيا أقمت خمس سنوات هنا بحصة على الجنسية الألمانية وهذا الكلام ليس صحيح المعارضة دائماً عب تحاول تعطي فكرة خاصة سيدي وأنه والله الجنسية الألمانية عب يتم منحها بعد خمس سنوات لا هذه نصف الحقيقة الحقيقة كاملة أنه في شروط أخرى أقصى من هيك بكتير العمل، الاندماج، اللغة، الكورس أيضاً الجنسية الألمانية اللي عيبهم وستاس طبعاً اللي فيه معلومات تاريخية وحتى معلومات سياسية ونظام الدولة في ألمانيا المواطن الألماني نفسه ما بيعرفها ممكن ما ينجح بهذا الامتحان فهي الناس عب تتعب يعني عب تشتغل عب تندمج عب تتعلم اللغة بسرعة عب تعمل حتى هاي عب تقرأ تاريخ ألمانيا عب تحفظ تاريخ ألمانيا عب تندمج بهذا البلد بسرعة عب فبعيدة كل البعد عن المشاكل صفحة نظيفة قضائياً مدنياً حتى عب يحصل على الجنسية الموضوع وليس فقط خمس سنوات ولكن الإعلام والجو السائد الآن هو اللي دائماً عب يصور الموضوع بشكل أو بآخر هيك فعب يعتقدوا أنه يعني وكأنه عب يتم توزيع الجنسية الألمانية مثل قلبة شوكولاتة يعني وهذا الشي ليس صحيحاً فبعض الناس يعني الآن عم نشوف هالردود الفعل اليمينية مع الأسف بين الفترة والأخرى وهيكم يكونوا عملنا جولة على هم المعلومات تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته